جديداً في بل اسمر صعد الخطيب نفع الله بعلمه وجزاء الله خير الجزاء فذكر في خطبته قصة عجيبة غريبة تتجلى في هذه القصة حقيقة أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير تتجلى في هذه القصة حقيقة أن المستحيل أمام قدرة الله سهل يسير والجميل في هذه القصة أن صاحب القصة موجود في الجامع يستمع إلى الخطيب أذكر لكم القصة باختصار رجل من أهل بل اسمر شعر ببعض الآلام ذهب إلى مستشفى بل اسمر أجرى فحصات وتحاليل وأشعة قالوا له معك ورم سرطاني في الدماغ حماني الله وإياكم وجميع المسلمين من هذا الداء ومن كل داء قولوا آمين اللهم آمين يقول نزل علي الخبر كالصاعقة لكني رضيت بقضاء الله وقدره حمدت الله على كل حال ذهبت إلى مستشفى أبهى الخاص أعدت الأشعة أكدوا للحالة ذهبت إلى مستشفى عسير أعدت الأشعة أكدوا للحالة وحددوا مكانه وقالوا لأنه موقعه خطير مكانه خطير وأي يعني محاولة في هذا الورم قد تؤدي للوفاة والأعمار بيد الله ضاقت علي الأرض بما رحبت لكني حمدت الله على كل حال يقول حجزت إلى الرياض أبي أتأكد وأنا في الطائرة مر أمامي شريط الذكريات أمي أبوي أبنائي بناتي زوجتي إخواني أخواتي عائلتي أصدقائي زملائي تفاصيل حياتي هكذا يطوى هذا الملف هكذا بلمح البصر لا إله إلا الله أنظر إلى الركاب الطائرة يميني ويساري أقول لا إله إلا الله سبحان الله ميت بين أحياء وهم لا يشعرون وصلت إلى الرياض سويت الأشعة أكدوا للحالة رجعت إلى بالأسمر تعلقت بالله يعني خشوع وخضوع ودعاء وابتهال وانكسار بين يدي الله أخذت أردد كثيرا دعاء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه أردد دعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم أردده كثيرا أردد دعاء الكرب كثيرا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا دعاء الكرب يقول أردده كثيرا دخل علينا شهر رمضان وكنت أنتظر رمضان بفارغ الصبر ليكون لي مع الله شأن في العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى يقول لما دخل رمضان جعلت الجامع بيتي أكثر أجلس فيها أكثر مما أجلس في بيتي ويقول ختمت القرآن في رمضان ختمت القرآن ثلاثين ختمة مستشعرا أن القرآن شفاء دخلت العشر فاعتكفت في الجامع ويقول يعني ازدد طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى وفي ليلة سبع عشرين لما خرج المصلون من صلاة الترويح بقيت في الجامع أصلي وأدعو وأبتهل وأتضرع قبل القيام بفترة قصيرة يقول سجد سجدة طويلة اختلط فيها الخضوع بالخشوع بالدموع بالبكاة بالابتهال بالانكسار يا رب ارحم ضعفي يا رب ارحم ضعفي يا رب ارحم ضعفي يا رب اجبر كسري يا رب اشفني من مرضي يا رب ما لي إلا أنت يا رب اغلقت في وجه جميع الأبواب وبابك مفتوح ارحمني برحمتك يا الله يا الله يا الله يقول صلينا صلاة القيام انتهت يقول انتهت العشر صلينا العيد وأنا مشغول في حالتي يقول بعد العيد رأيت رؤية عجيبة ذهبت إلى أحد المفسرين الثقات قال أنت مريض قلت نعم قال هذه بشارة من الله إن صدقت الرؤية بشارة من الله نزول شفاؤك من مرضك يقول بكيت وسجدت بين يدي الله سجود شكر ذهبت كان لموعد في الرياض عدت على شعة يقول على شعة القديمة على شعة الجديدة أمام الدكتور وقف الدكتور واقف وهو مذهول ينظر إلى الشعة وينظر إليه مستحيل 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 قلت وش اللي مستحيل يا دكتور علما خبرني قال لا يوجد أي أثر للورم بكيت وسجدت في العيادة سجود شكر قال أنت وش مسوي قلت والله يا دكتور ما سويت شيء والله تسويت شيء واحد بس قال وش سويت قال نقلت ملف قضية من الأرض إلى السماء هذا اللي سويت لا إله إلا الله قال نعيد الأشعة أعاد مرة ومرتين وثلاث قال ما يوجد أي أثر للورم إنه الله إنه الله سبحانه وتعالى ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء الله الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أنصح نفسي وأنصحكم يا أصحاب الهموم والغموم يا أصحاب الحاجات يا من أغلقت في وجوهكم الأبواب عندكم السلوث الأخير من الليل تضرعوا